السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم زمانتكم من آر كورس ان شاء الله النهاردة سنشرح المحنضرة ستباره معنا في المحنضرة دي هي الثلاث ديتان من النيماتودز فيحضر الى ذهنك شوية سمات عامة النيماتودز ان هي الكلام ده كله تمام نبدأ باول دودة معنا الانكليستوما ديودينال او الهيومان هوكور ليه الهيومان هوكور اول ما يجب اول ما نقول كلمة انكليستوما ديودينال يجي في بالغ على طول الدراكولا تمام ليه الدراكولا لان هي عندها انياب حد جدا زي ما واضح في الصورة كده اه شبه اللي ايه شبه الدراكولا تمام فا اه يعني كمان شبه هي الخطاف تمام الخطاف بضع السنرة وهكذا كده فهنسميها الهيه الهوكور تمام ده بالنسبة يبدي اول دودة معنا في النيماتودز اه في المحنضرة دي يعني اه اللي هي هنسميها بالايه بالدراكولا عشان ايه يحضر الى ذهنك برضو ايه كل حاجة بقى على تمام يعني بالمارك الدودة كده بحاجة مميزة عشان ايه اه تفتكر كل حاجة سهلة يعني ان شاء الله يعني تمام اه اول حاجة الانكليستوما دي بتعملي مرض اسم ايه انكليستوميا ييزيز طبعا بنضيف المقطع ايزيز في الاخر اه بعد كده برضو ممكن نسميه هوكورم ديزيز بما انها الهيومن هوكورم يعني اه الجيغرافيكال ديستربيوشن بتاعه يبقى تروبيكال وصاب تروبيكال يعني المناطق الاستوائي تمام ده بالنسبة للزيز والايه والجيغرافيكال بعد كده هنخش على المرفواجي هنوصف معانا اه تلات حاجات الادلت والاج واللارفة تمام اول حاجة بالنسبة للادلت احنا اه يعني لسه يالين اول ما نقول كلمة انكليستومة يحضر في ذهنك على طول اه اسم الدراكولا اه وانيابه حتى تمام فا اول حاجة هنتكلمة عن قدلت هنقول عليها ان هي تمام احنا عارفين ده من اول محاضرة ان احنا هنتكلم عن تات ديليل من اه وبما انها دراكولا فالموت بتاعها هيبقى عنده تمام مواضحين جدا يعني من الصورة اه 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 عندك اه يعني في موجودين في ل bilang مارجين وبردو عندي يعني يبقى شبه لأسنان برضو شوية البلتة دي باس بتبقى اصغر شوية وكده في اه الماقف البتاعها ليcion 17 يبقى عنده حاجة اسمه الكودة البيرسةÖ تبقى شفافة يعني الكودة البيرسة ده بيبقى عضو التزاوج عند الميل بتاع الايه? تمام? ويبقى كده بيبقى شبه الضلوع. تمام? ادي شكله. عندنا هنا. تمام? آآ ده الميل بتاع بيبقى آآ عنده عضو التزاوج بتاعه اسمه ايه? اسمه يعني في الجزء اللي هو الايه? الورا. يعني اللي هو الجزء البستيريو بتاعه. تمام? طيب ده بالنسبة للايه? بالنسبة للايكز بقى. آآ بتاعتها بتبقى آآ اوفل تمام? بالشكل ده كده. وبتبقى آآ عندها يعني بتبقى زي مصمطة كده ما عندهاش مسلا بلابز. آآ ما عندهاش مسلا آآ مش بتبقى كله بتبقى ايه? تمام? آآ بتاعتها بتبقى ماشي في آآ بس آآ وقت وكده بتبقى فيها من اتنين لتمانية ممكن نعدهم على الفكرة يعني ايه? هي مش واضحة قوي هنا برضه. تمام? ده بالنسبة للايه? للأدلت والاك. بعد كنا ندخل عندنا اتنين لارفا. تمام? رابط دي فورم لارفا وفلاري فورم لارفا. خلينا الاول نقول ان الفلاري فورم لارفا دي هي هنعلمها بالايه? بالاف. تمام? وبما انها فهنعرف ان هي الكبيرة. تمام? وبما انها برض لازم بتاعها يبقى ايه شارب اكتر عشان تعمل ايه? تعمل هنا عشان يحضروا الى زهنكم. يعني ما حدش حضر الى زهنو. ان هنا هو تمام? اه يبقى انا كده عندي اتنين لارفا. عرفت منهم ان الفلاري فورم لارفا دي هي الكبيرة وهي والتيل بتاعها بيبقى ايه? تمام? يبقى عندي اتنين لارفا. الربط لفورم لارفا دي هتبقى من يعني بما انها صغيرة من ميتين وخمسين لخمسمية مايكرو متر. طبعا الارقام مش مهمة بس هنعبقى قارن لكم. اه من ستمية ستمية عشان هي طبعا فاتو بقى اكبر. تمام? اه البوينتد اه التيل بتاعهم. هما الاتنين بس يعني شاربي شوية. تمام? يعني هي اه حاجات مش ملحوظة اصلا بس يعني ايه? اه نعرفها وخالصة. تمام? ونعلمها برضو بان دي. طيب ده جدا بالنسبة للايه? بتاعنا. هندخل على the life cycle. اه biggest cycle بدائتنا اه هتبدأ من اه? هتبدأ من اه انسان نازل الستول بتاعه. في اه الاستول بتاعو بيبقى عبره عن ايه? بيبقى تمام? الاستول بتاعو بيبقى فيه تعم? يعني فيه اه رابط دي فورم لارفة. تمام? رابط دي فورم لارفة. هينزل في الاستول ده اه يعني هيحتاج انه هو يعود اسبعين. ماشي? فين? في السويل. تربة يعني عشان اه يبقى تمام? اه يبقى ماتور. تمام? اه يبقى مطيور يعني يطلع لي. اللارفة دي هي تمام? يجي انسان حافي. يعني خلينا نقول حافي. تمام? او طفل مطرباش بيلعب فين في الطين. تمام? يعني دي تلاقيهم حافيين او تلاقي طفل بيلعب في الطين. فتروح عاملة ايه? تروح مسكالي في جلده. تروح عاملة ايه? تروح عاملة للجلد بتاعه. وتروح داخلها جواها. تتفسح بقى جواها حد ما تلاقي لايه? المكان المناسب. تروح معديها على اللنج وفي وقت ما هي بتعدي على اللنج. تروح معديها على الايه? على اه يعني مش حاجة مناسبة لها بس مش هتسيبها في حالها زي معظم اليدان يعني. هتروح برضا ايه مقصري عليها شوية تأثير كده. وبعد كده لحد ما توصل الهابيتات المناسب بتاعها اه اللي تبقى فيه اه اللي هو تمام? دي كده باختصار بتاعت مين? طيب ومن اللي احنا قلناها دي الناس تنتج ان الهابيتات بتاعنا هو مين? احنا السائلين ان هي مرتاحات شغير في تمام? اه وطبعا بما انها يعني عندها اسنان او انياب حده هتروح مسكاني هتعمل فين في الميكوزة هتهاتش فيها كده وتروح برضه مقصر عليها تعمل فيها بقى تروح مقطع فيها بالانياب بتاعتها دي اه تعمل لي تعمل لي انيميا الكلام ده كل. تمام? بتاعنا احنا ما قلناش غير انسان حايفي او طفل يبقى مين يبقى لهيومة. تمام? قلنا مين? احنا عمان نقول ان احنا عندنا اتنين لارفا. هناعلمهم بايه? هي تمام? وهي كبيرة طبعا عندها ايه? بس كده ده بالنسبة للايه? بعد كده هنخش بقى على الباثولوجي واللي هم عندنا اصلا يعني اه مرتبطين ببعض جدا فاحنا هنجيبهم الاثنين في مكان واحد كده ونعلم مع بعض على اهم من الحاجات يعني ايه? هيجبها ليبقى في الكيسس وفي عشان تبقى مميز يعني. تمام? احنا قلنا اول حاجة ان هي دخلت عن طريق هتسيب لي اسكن في حالو? لا طبعا هتعمل لي ايه? هتعمل لي و هتعمل لي اديمة. طيب اديمة ده هيؤدي الكنيكة بتاعتي هتظهر ايه? هتظهر تمام? اه هتعمل لي يعني احمرار هتعمل لي اللي هو يعني العين بيبقى بيهرش في الصيب بتاع يعني فيما يعرف بحاجة اسمها تمام? اه ده بالنسبة لأول حاجة بعد كده دخلت الجزء ماشية في الدم هتعدي على مين? هتعدي على اللانج. هتسيب اللانج في حالها? لا هو او مش الهبيتات بتاعي بس ورده مش هسيبه في حالي انا عدت عليه. لازم اصيب بصمتي. تمام? دخلت اللانج هعمل فيها حاجة اسمها لوفلورز سندروم. انا سمعت لوفلورز سندروم دي فين? قبل كده سمعتها فين? انا عند تلات ديدان في المنهج بيعملوا لوفلورز سندروم. تمام? او في النماتوتس يعني. تمام? اه نسجل عندنا كده دي هي آآ بيعملها تلات ديدان. هما مين? تمام? ادي اول دولة معينا بتعمل ويعندي برضو تمام? ويعندي برضو لسه هناخدها في المحاضرة يعني بعد كده دولة ديدان اللي بيعملوا معي طيب وايه هي اهم الحاجات اللي بتعملها او الصفات دلقة ممكن تعمل لي كف ماشي ادي اعراض الكوفلرس اندروم اه او اللوفلرس اندروم سوري ايدي لان كده دي معنى اه هتعمل لي كف هتعمل لي بيزنج تمام? هتعمل لي ازينوفيليا تمام? دي برضو حاجة مارك للوفلرس اندروم يعني اه هتعمل لي ازينوفيليا تمام? اه يبقى اللي هتبقى ظاهرة على العيان المصاب الانكلستوماديدينال اه او فيما يعرف بالفيرمناس اه نيومانايتس دي هنعرف الاثنين يعني عشان لو جملة جملةنا في واحدة منهم ابعرف عن الاثنين واحدة تمام? اه خلصت رحيتي مع اللنج هدخل على الهبيتات بتاعي اللي هو الاصلي بتاعي هو الاسمه تمام? انا دخلت على الاسموينتستن هعمل او هاتشنج للميكوزة بتاعت الاسموينتستن ومش هسبعة في حالها هعمل لها هاتشن بالاسنان بتاعتي اه الاسنان دي يعني مش هتروح يا بقى انثورة كده. فهتروح اه ماسكة في الميكوزة بتاعت الاسموينتستن تعمل لي فيها آلسر وبرضو هتعمل لي بلادلوس هتروح مقطعة فيها ايه وتنزل بقى دم في العيان كده ويحصلوا ايه? يحصلوا بليدنج تمام? فمن كتر البلادلوس ده هيحصل لي مايكروستيك هايبوكروميك انيميا في ايجي العيان بتاعي. عنده انيميا. اه مايكروستيك هايبوكروميك انيميا يعني عدد الاربسيز اه قليل وكمان اه الهيموجلوب بتاعي في الجسم برضو بتاعي ايه قليل. تمام? طبعا انتستان دي بتظهر لي بعد اه ستة اسابيع من الايه? من الاصابة. اه ومعها شوية برضو اعراض يعني بما اني في الاسموينتستن اعراض عامة يعني هي نيوزيا والابيجاستريك بين وبرضو الديوريه. تمام? اده كده البيكتشر. هنكمل بس وبعد كده نعم الدودة في الاخر. آآ ممكن تكون مصاحبة للعيان بتاع غير اللي هي الزهرتلي في سكن والبلمونري والآآ ممكن برضو يبقى عنده الاديمة. الاديمة دي نتجة عن نقص البروتين. اه لو دخلت الاطفال هتستعف عليهم بما انهم اطفال فتعمل لهم آآ شوية كده. هتأثر عليهم فيزيكالي ومنتالي وكمان بسيكالي. تمام? بالنسبة للانفكشن في اولها هيبقى هيبقى دودة لسه بتلفة في الدم بقى وتلفة في البالمونري فهتعمل ايه هيبقى ساعتها ماركد يعني ظاهرين تمام واستقرت في بتاعها بتاعتها واللي هي الهبتات بتاعها يعني ما بقتش بتجري في الدم وخلاص مستقرة فيها اه الازينوفيليا تمام بقت كرونيك يعني تمام الازينوفيليا بعد كده ازاي اشخص بقى عندي حاجة اسمها ده يعني اعتقد ده الحاجة الوحيدة الاول لو مسلا سؤال ريتن في الثانية عطول هلاقي فيها ايه هنلاقي فيها تمام هلاقي فيها حاجة مميزة برضو اسمها دي ان انا اجيب زي الصورة كده هنجيب مية تمام هنجيب فيلتر بيبر الجزء منها مش هيبقى لامس المية وجزء منها هيبقى لامس المية الجزء اللامس المية ده هحط عليه يعني عينا من الفيسس بتاعك العيان وده الاختبار ده يعني بيبقى اه جدا جدا او اكتر من فهيكشف لي عطولي ان فيه مسلا اه اه الانجستوماديو ده تعالي بعد كده عندي اختبار اه او دا جنوز تاني يعني اسمه بس هو يعني اه فعال اكتر فين في وقت الاعلاج بعد الاعلاج اه في السيرفيز وكلام ده كله ان انا يعني ايه بتابع بتابع تمام اه بعد عدد البيض في في الفيسس تمام او في العينة يعني عشان اعرف الايه العلاق جاب نتيجة ولا لا تمام بصموه بحاجة اسمه او اه حاجة اسمه اه تمام طيب اه تريتمينت بقى عندي ايه عندي مبندزول منين ما تود ده بقى مبندزول او تمام زي مين زي برضو كلام انتش زي اللواء يعني في اي دودة حرفيا اه بس كده ده بالنسبة اه خدناها في 13 دقيقة اعتقد يعني وقت قياسي هنرجع في الدقيقتين نرجع سريع اول حاجة ان انجليستومال دي او اللي هو من اه اول حاجة التعمل دي ايه وتبقى تمام عندك اه بتبقى موجودة في تمام بعد كده المرفواجي عندك الادلت والاك واللارفة تمام الادلت قال لك ان هي بتبقى اه بتبقى عندها اه تمام اه بتبقى في في ايه بتبقى اصغر شفية بتبقى فين في اه الميل عنده حاجة اسمها موجودة فين اه بتبقى اه بتبقى اه بتبقى اه وده عضو التزاوج بتاع الايه تمام اه بالنسبة للايجي بتبقى تمام وعندها تمام اه بتبقى ايه بتبقى اه تبقى بعد كده عندي اه اعرفين الاف اه الاف بعد كده اه قال لك ان الاف لازم تبقى هي كبيرة عشان لايجي انفكتي فيستيج اه اه بتبقى من ستمية لسبعمية مايكرو متر برضو ارقام مش مهمة وعندك الاربطي بطبقى اه تبقى من الانتان وخمسين لخمسمائة مايكرو متر اه طبعا انتان عندهم بس تبقى شارب لي بوينت دي. طعم? الهابيتات بتاعها هيبقى تمام? الطبعا بالاي بقى اسنان على الحد دي. هيبقى تمام? هيبقى طبعا. اه الباثولوجي والكلينيكال بكترز اتنين مرتبطين ببعض جدا. احنا اه كل ما نروح مكان هتعمل ايه? هتعمل مرتبط بيه. اول حاجة في الاسكن لما تعمل اسكن هتعمل اه هتعمل الانفريميشن واديمة فده هينتج عنه ان عندي بابلز تمام? وعندي ارديما وعندي اتشنج تمام? في حاجة اسمها اه ده بالنسبة للسكن اول ما تدخل على بتاعتي هتعمل دي لوفلار سندروم واللي من اهم بتاعتها اللي هي الايه? الازينوفيليا. اه او برضو الاسم الاتنيني ديها الافرمينوس اه نيومونايتس اللي اتنين نفس الحاجة يعني اه بعد كده هتخش على الانتستن تعمل لي ايه اتشمنت او هاتشنج للميكوزة بتاعت الايه الانتستن فهتعمل لي اه وهتعمل لي برضو ايه? عشان عما تقطع فيها فهتعمل عند العيان كده اه اه هانتج عنه ميكروساتيك هايبوكروميك انيميا تمام? اه بعد كده برضو عندي الانتستن دي عارفين ان هي بتق يعني هتزهر اه او اللي هو التهاب يعني هيزهر فين اه في اه بعد ستة اسابيع من الانفكشن تمام? اه هيصاحبه شوية نيوزيا وديوريا من في اسم الانتستن طيب بعد كده عندي اه ممكن تحصل لي اديمة نتجة عن الهايبوبروتينيميا يعني نقص البروتين اه هتستعمل اه هتكون شديدة عليهم يعني فهتاثر عليهم فيزيكالي منتالي سيكشوالي بعد كده قالك اه يعني في اولها هيبقى فيها بس اه بعد كده يعني لما المرض يبقى كرونيك يعني ايزينوفيليا واللوكوساتي دول هيقله ادي اجنوز اصرف نتعة حاجات وهنلاقي فيها تاني حاجة الهارادة مراعي كالتشر نفتكر عطول هارادة مراعي كالتشر نفتكر ايه هتجب لنا يعني ايه الميكانيزمة بس ايه الميكانيز مش مهمة يعني سواء اهم حاجة للاسم لان الاسم ايه اه يعني اه مهم شوية او مميز عمدها تمام العرفنا ان هي بتبقى يعني مهمة اكتر فين في السيرفيز والافتر ثيرابي يعني بنعرف اه العلاج جائب نتيجة للتريتمنت من بين دازول والبي بي بي حاجات ايه انشائية حاجات عمان بعد كده هنتقل للدودة التانية معنا في المحاضرة اللي هي اه تمام? بعد كده هنيجي للدودة التانية معنا من اللي بتبديز النهاردة واللي هي طيب من اسمها هي دودة تمام? بس طبعا احنا عارفين هيبقى الامين طبعا الفيميل وده ليه? لانها اه بتستغنى عن الميل لو دخلت جوها الانسان يعني لو الانسان مسلا عنده اه مشخص بالنوع مصاب بالدودة دي يعني اه لما شوف بتاعته مش هلاقي فيها اه يعني غير اه تمام? مش هلاقي خلص. طيب ده بالنسبة للايه? اه للحاجة يعني ايه في باتكو اول ما اه تكرأوا الاسم. اه بحيس ان انتم سهل عليكم ان انتم تفتكروا الدودة دي كانت بتحكي عن ايه اصلا. يعني في بحر الدودة اللي عندنا هده. طيب اول حاجة اه دي هتعملي مرض اسمه هنضيف طبعا المقطع ايزيز. اه بتبقى موجودة برضو في اللي هي بتبقى المنطقة الاستوائية. المرفوض جي بتاعها بقى آآ الدودة دي آآ لما بتلاقي منطقة كويسة او بيئة كويسة آآ فيها تغذية بقى وفيها اللي هي محتاجة خلاص هي بتعيش فيها طب لو ملقيتش ده بتلجأ ان هي تعيش فين في الانسان او آآ هنعرف برضو ان احنا عندنا هنا آآ ماشي آآ المنقذ بسا او تمام آآ فهي لو ولقيت الدنيا تمام في السويل خلاص هتعيش فيها ملقيتش الدنيا تمام في السويل خلاص هتروح ايه ما تكلف ايه طيب اي ان كان نوع طيب اول حاجة المرفوجة عندنا هتكلم عن الادلت زي مين زي بالنسبة للادلت معينا آآ ههيب عندنا نوعين من الفيميلز عندنا اللي هما بيموجودين في في السويل تمام وفي عندنا برازيليك اللي هما هيدخل جوه الهيومن وعندنا الميلز طيب او حاجة اللي هما بيبقى عاشين في السويل آآ بيبقى حاجمهم من يبقى واحد ملي متر كده آآ البرازيليك بقى في ميل تبقى اتنين واثنين من عشرة لازم تبقى كبيرة في عشان هي داخل جوه الانسان الميل بقى الغلبان آآ في الديدن بس يعني آآ هيبقى سبعة من عشرة ملي متر فين في الدول طيب بالنسبة ده كده القضل طيب بالنسبة للإجز بتاعتها آآ زي ما احنا شايفين في الشكل كده شايفيني اللي جواها فهتبقى ايه طبعا هي اوفل تمام ترونسليوسن يعني شفافة تمام آآ كنتينزي ايه بقى جواها الربطيليفورم لارفا معنا كده ان لو انسان عنده آآ ستريكولاريز هنلاقي الاجز بتاعتها موجودة فيها ايه آآ ربطيليفورم لارفا وده ال ايه دياجنوستيج تمام طيب عندين عندنا برضو اتنين لارفا زي مين زي طيب احنا نسبتين كلامنا مش بنرجع فيه عندنا هي مين الفلارفورم لارفا دي اف و اف تمام طبعا بما ان هي فالليزم تبقى اكبر حكم هي مسلا ستمية مايكرو متر عندنا متين بس مايكرو متر تمام آآ ربطيليفورم لارفا دي عندها باكا الكافتي تمام آآ وعندها من اسناية عندها تمام ادي هي شكلها تمام? واخد منها تلت البادي بتاعها بس. تمام? اما دي ده شكلها. فيها بالشكل ده كده. واخد مص البادي بتاعها. تمام? طبعا هي اكبر. ايه مايكرو ميت ازاي ما احنا ايه شايفين. تمام? وعندها برضو يعني بالشكل اهو. اقرب لها. اه. تمام? اه يعني هو اعتقد الورق معاكو يعني بيبقى يعني اه اه مقسوم نصصين كلم نليح. تمام? طيب. ده كده بالنسبة للايه? للمرفقش. طيب. والله برضو مش قبلها بشكل كبير. اه احنا قلنا بس يعني بتفصيل شوية هنا بقى هنتكلم عن ايه? وعنشان عندنا برضو ايه دفنية المان اللي هو مين والمنكز والكلام ده كله. فخلينا نفصلها اكتر. طيب اول حاجة انا عندي نزلة اه في الفيسز بتاعت الايه? اه الشخص المصاب يعني تمام? بعد كده هتبدأ ان هي تنضق شوية تعمل تبقى اه تبقى بعد كده اه دي هتطلع لي بيض برضو في تمام? اه بعد كده هتنضق بقى تروح ليه اللي تياتا بعد كده اه تنضق ليه. اه تنضق ليه. اه فتروح عاملها للمين للانسان او ممكن برضو اعملي بنتريشن للمين للدوز او المانكز تمام? احنا عندنا تلاتة هنا او ممكن هنسمي دول برضو ممكن نقول للمين في مدام ماشي? مين مدام اللي هما عشان نفتكارها يعني المانكز والمان والدوكز تمام? طيب ده كده للنسبة للانسان. الانسان خلاص اتعادة عن طريق خلاص ادخل الدم بتاعه وتروح رايحة يمين برضو رايحة لنفس ايه رحلة او حاجة تاني حاجة بعد كده هتروح لمين للمقر والمستقر بتاعها تمام? تمام. بعد كده عندي جزء اوتو انفكشن. بيحصل اه في الدودة دي اللي هي ازاي? اه في عندي نوعين بالنسبة للايه? عندي اترنال اوتو انفكشن واكسترنال اوتو انفكشن. بالنسبة ده بيحصل جوه الايه? دي جوها الايه? جوها الادلت. تمام? الادلت ده خليفتي بيضة. مناشي طلع بيضة. البيضة دي فيها ايه? وقال لك ان ممكن الربتي دي فورم الارفة دي. اه اللي هي جوها. البيضة يعني اه تروح حمالة ايه? تروح ان هي ايه? والفلاري فورم الارفة دي بتعمل ايه? بتعمل ايه? بتعمل ايه? هتعمل ايه? هتعمل للميكوزة بتاعت وتروح طالعة من ايه? طالعة من جواها. تمام? ومشي في الدم. اه الدم يروح موضيها لمين? الرحلة الطبيعية يعني بتاعتها. اه تروح للنج وبعد كده تروح تانيه ده اسمه الانترنال اوتو انفكشن. ده? خلصت من ايه انيس. تمام? اه رايحها اه اه بري ايه تخرم فيه تدخل تانيه في الدم. ومن الدم ومن اللنج والسموو لانترنال اوتو انفكشن. طيب وده كانت ومنها نستنتقى بقى ايه? العاصر بتاعت الايف سايكل اول حاجة الهابياتات بتاع مين والسموو وخاصة وخاصة الديودينام والقبر والجيودينام. عشان كده هتعمل لي بيرنس مسلا بيرننج في الايه? في الابيجاستريك. ماشي? وعده اعمل فيه برضو تمام? الديفنيتف ووسط. احنا نسا ايه الايلين مين ما ده? مين وما ده? تمام? هتبقى هيبقى مين? هيبقى المين والدوكس. وآآ المين سوري. المين والدوكس والاي? عفكرة هي ما بقتش مادام اصلا. لان خلاص يعني اه هي ثبت المين بتاعها ودخلت المين او جوا جسم الديفنيتف بوسط لوحدها يعني. تمام? اه دي حاجة يتركها للفهم بس مشاكتة. اه زي مين? زي تمام? وعرفين ان احنا عندنا عندنا وعرفنا ان هو بيحصل جوه مين نفسها يعني. اه الادلت مسلا طلعت اه بيضة وهو اه ربط دي فورم لارفا. اه ربط دي فورم لارفا دي هتديفلوب لمين لفلاري فورم آآ لارفا. فتروح عاملها دي بنيتريشن لانتستاني الميكوزة. وتوصل الدم بعد او من الدم للانجوي تعيد الكارة من جديد. دي كده الانترنال اوتو انفكشن. عندما الاكسترنال اوتو انفكشن. موضوع استخدام من كده بكسير ان هو خلاص طلع من الانوس. وبعد كده راح دورته من جديد. طيب. احنا يعني لحظنا من دورة حياتي في اه من جوة الانسان اللي هي نفس الانجويستون. بدأت بالسكن ومن السكن للنجو وبعد كده راح اتنميل للانستان. فهتعمل لي يعني حاجات مشابهة جدا 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 ليها. اول حاجة في السكن هتعمل لي نتيجة اللي اللي عملته يعني هيحصل واديمة. اه اه نتيجة كده برضو هيحصل ايه? اللي هو زي ما وضح في الكده لكالبكتر. عندنا اللي هو الهاشر واديمة اللي هو الحمرار ايديهما تورم ارتكارية وبيتشز اللي هي اللي هي اه اه يعني بوتش وكده. في حاجة اسمها واللارفا كارنز واللارفا كارنز دي برضو حاجة مارك اه يعني مارك ماشي اه مارك دليمين اه اه لكن هي بتبقى يعني اه بتبقى بتحصل برضو في يعني في المواطق اللي هي اكتر. تمام? اه هي بتمنع يعني ان اللارفا اللي هي تكمل اه بتاعتها. فتظهر زي ايه? اه حاجة اسمها اللارفا كارنز كم. اه طيب. اه بعد كده عندي بتروح للنج فبتعمل لي ايه? بتعمل لي اللارفا المفروض انتوا تكونوا عارفينها. لان انا لما اللي تقول المفروض مع الانكلستوما اه تعت حاجات بتعمل لي كانوا مين? كان تمام? اه وكانوا الانكلستوما ديودينال وكان الاس اس اللي هي تمام? ده كده بالنسبة للنج. طيب واعراض اللفلارس اندروم احنا قلنا عليها الكف والويزنج. اه اه او شورتنس اه بريدنج. اه والفيفر وطبعا معهم الايه? تمام? وبرضو الاسم اندري الفلارس اندروم اللي هو الهو آآ آآ نيمونيا. تمام مكتوب هنا. آآ وبعد كده تروح تستقر في متاعتها فاآآ بتعمل ايه? هتعمل برضو اديمها فين في الميكوزة وتعمل برضو. تمام? آآ برضو آآ ممكن تعمل ايه توقف في آآ آآ تعمل ديها يعني. او تعمل اتروفي. تمام? طيب. اه بتحصل على او بتظهر على يعني. تمام? اه ايه هي? على حسب بتاعتنا. ممكن تبقى مدريت. او ممكن تبقى هيوي. او ممكن تبقى ودي اخطر حاجة ممكن اه تعملها. اه ممكن تؤدي ان يحصل. تمام? فلو كانت نصلا مدريت انفكشن فالانتستان مدريت انفكشن زيتوا بحاجات يعني اه متوقعها هتحصل مثلا الكلام ده كله حاجات يعني ايه? تحصل نتيجة لاي انفكشن مثلا اه لاي برازعيت مثلا او حاجات يعني اه مش شديدة عبي. تمام? اه لكن ما حصل مثلا اه يعني مصحوبة برضو بايه اه نقص في التغذية. اه ممكن برضو اللي هو اه يعني لو حصل بيحصل ايه? بيحصل ايه? بيحصل ايه تقليل لانتصاص الفات. تمام? فاة تظهر او يعني بيبقى ايه قويت شوية كده بيبقى اوطري. تمام? ده بالنسبة للايه? بعد كده عندي دي اختار حاجة ممكن تعملها تمام? اه قالك ان هي يعني بتظهر اكتر في الناس اللي هما اه عندهم الابزوربشن اللي هما الناس اللي هما عندهم نقص في التغذية او سوء التغذية يعني. اه ممكن برضو اه عند الناس اللي هو اه بتاخد اميونو اه ثرابي اللي هو ادوية بتثبط اه عمل المناعة فبالتالي بتؤثر عليهم بشكل كبير البرازعيت ده تمام? بتتقاوى عليهم يعني. اه بتعملي بقى السر بتعملي بليدينج شوك اه نيكروزيس بردو ممكن توصلني لايه جدد. تمام? طيب. بعد كده اه يعني دخلنا فين? في الدياجنوزيس. عندي نوعين من الدياجنوزيس. اما اعراض ضهر عن المريض. اما هنتخنص لايه البرازعيت نفسه. طيب. الدياجنوزيس هلاقي ايه? هلاقي عندي اه ميوكس او وطري ديارية او ابيجاستريك اه بين. تمام? بمننا عندنا الهبيتات بتاعنا وخاصة الدياجنوزيس. بعد كده ممكن هلاقي برضو الازينوفيليا. تمام? نتيجة للايه? للوفلار سندروم. تمام? اه بعد كده اه عندي البرازعيت نفسه او الحاجة طبعا وهلاقي فين اه في موجودة في طبعا. اني قلنا نفتكر وتبقى وجوها ايه? تمام? فهي طيب ستور كالتشر بقى. هلاقي حاجة زي الايه? هارادا موراي. اه كالتشر. وممكن برضو هلاقي اللي هي تكنيك دي بس هي مش مهمة قوي يعني. بس اه نفتكر ان دي اسماء مميزة ليهم يعني. تمام? برضو ممكن الاقي اخد عينة من الديودنا عن طريق حاجة اسمها انتيرو تست. ايه الانتيرو تست ده? يعني بدخل من اسم بدخل الايه? من جوا يعني تمام? اه مندخل حاجة زي الخيط كده وندي للمريض مسلا حاجة تتبلع معايا مية مسلا. اه ونقول له ابلع 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 لحد ما ايه اه يدخل الخيط جوه تمام? وياخد ايه? اه ياخد يعني زي عينة من ايه؟ تمام? برضو عندي حاجة تمام? ده كده كان اهم حاجة فيه قلنا الايه? اه هلاقي فيه الربطة دي فورمولارفا وديه الربطة دي فورمولارفا هي الربطة دي فورمولارفا هي تمام? بعد كده هلاقي هارودة مراي اه زي مين زي الانكليستوما وهلاقي اه بيرمان ايه تكنيك وبرضو ضدنا الاسبيريشن وسبيوتوم اكزمانيشن تمام? برضو ممكن برضو اعملها بالسروليجيكا الايه تستس? التريتمنت بقى اه مش مبيندزول المرضي عندي ثابيندزول وده اول حاجة ممكن عاليك بها طيب دوا بديل لالبيندزول طيب برضو حاجات ايه يعني مستريتمنت بقى السكن بتاع اه يعني ما نمشيش من اليرجاز مياه الكلام ده كله طيب اه طبعا ممكن احنا ننسى مسلا ان الدودة دي مسلا اه الدودة بتاعها اه مختلف عن الديدان التانية فا اه قلنا ايه نسكنها في الحتة دي وبرضو نفتكر ان هي عندها تلاتة طيب اه دي هي من اسمها نفتكر من الحتة دي ايه ان الفيميل اه دخلت المان لوحدة تمام اه نفتكر بقى الله يفسكل بتاعتنا ان هيها تطلع ايه اه بيضة مسلا تبقى هي رابطة دي فرمو العرفة وتبقى اوفل وتبقى ايه وترونسلوسنت تمام اه وراكتة ان الفرمو العرفة هي مين هي اه اه الدياغنوستيك استيج تمام اه انما الفلاري فورمو العرفة من اسمها هي بقى انفكتيف استيج تمام اه ودي اه تمام ده بالنسبة للايه للارفات بعد كده هلاقى مسلا عندي هو هيه لهبيتات وطبعا خاصة من الديود النموين والأبرشيش النمو. طيب عندي بعد ايه? اه قلنا ايه هي مش مدى. يعني خلينا نشوف التسكين الاول. اه يعني برضو دورة حياتها نفتكرها بالايه? او دورة حياتي يقول انسان او البطوليج بتاعها والكلينيكة بتاعها نفتكرها ان هي زي الانجليستومة يعني. تمام? دورة حياتي تبدأ منين تدخل على السكن بعد كده اللانج وبعد كده الايه? اللي تستكر في اسمه انتستان. طيب بقى دي اه هي تمام? بنت اسمها تمام? اه انا اكذب الانجليشاني عشان ايه الخط بصراحة ما كانش حلو فعند بالعربي. تمام? فهي اه 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 اسمها نفتكر فهي قصرت قلب الميل. قلب القلب ده زول. تمام? اللي هو ده وجايبين الاول هو عشان وده اه تمام? اه قصرت قلب الميل ما بقتش مادام. تمام? مادام ده اللي هو الايه? الديفنيتف وصل مين مان والدج والمانكس. تمام? دي كده ايه? كالسكيمة دي هي يعني تجمعها. وبعد كده عندنا الدودة التالتة والاخيرة ولله الحمد يعني اه في المحاضرة دي. هي محاضرة طويلة شوية بس والله يعني سهلة لان اصلا اول دوتين شوهوا بعض قوية يعني اختلافت بينهم بسيطة جدا. فة اه طعام يعني انجس بقى الدولة دي مختلفة شوية فيهم ان هي بتاعها مش بنيفتريشان طعم? اسمها اه 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 ماشي طري سترونجوز طعم? مش فكركم من الاسم دلاغ. هي طري سترونجوز. فهاي. ده الاسم اللي اركتنطن. معالينا. بتعمل ايه? بنضيف برضو بتاعها اه اه في الآخر. اه هايبقاي يعني والد والد. مش زيهم. يعني مش اتروفك وصاب اتروفك. اللي هي المنطقة الاستوائية يعني. المرفوجة بتاعها بقى قالك ده الاضلت بتاعها. تمام? بيبقى اه كده شبهة الخيط. تمام? من اربعة لتمانية ملي متر في الطول. بتاعتها تبقى تكون بالشكل ده طبعا بتبقى اه تمام? اه بتبقى طبعا يعني هي شكلها شوية بس احنا يعني عندنا اه بتبقى يعني بتبقى شبه اه اه لايج بتاعت الهوكور. تمام? هي بتبقى اوفل. اه في موريو ستيتش بتبقى اتنين وثلاثين اه يعني الانقسامات اللي جواها بتوصل بتخلين يعني اتنين وثلاثين ست. تمام? بعد كده عندي اللارفة. اللارفة دي بتبقى برضو زي الهوكور. تمام? الهوكور مديلية انكليستوما. تمام? اه بطهز عندها ايه مينت اا يعني عندها زي ايه? اه انتفاع كده في ايه? في الهي بتاعتل بتاعه. تمام? طيب بتاعتها يعني نفتكر بقى ان دي مش ايه مش بنيتريشن نفتكر ان المضيف انفكشن بتاع الانجيشن تمام اه هتاكل ايه ممكن تاكل مسلا فود او درينك مش مخصول كويس ففيه ايه اللارفة اه اللي هي الانفكتوري ستيتج اللي هي برضو هنا ايه تمام طيب اه بعد كده عندك الهابيتات بتاعها هو برضو اسمه الحمد حاجة سبتها اه الديفينيتيف هو المال او الهربيفروس اه بما ان احنا يعني المضيف انفكشن هنا اه فود او درينك مش مخصول كويس فا اه حيبقى الانيمنز والمان بعد كده عندنا الفلاري فور ملورفة اف و اف فود اه المضيف انفكشن هو ايه انجيش زي ما احنا طبعا الباثولوجي بقى بتاعتها مش حاجات يعني ايه يعني هي ممكن تبقى اسمتوماتيك اصلا بس لو يعني اه زي ما احنا قلنا ايه اسمتوماتيك او ميرد اصلا بس لو فسلا اه فيه وكده يبدأ ايه الباثولوجي بتاعها اه تعمل ايه هايبريميا ماشي اه تعمل اه هايبريميا زي اه فين هايبريميا وهتعمل ايه هتعمل اه زي احتقون تمام وهتعمل اه بطش بيضة كده في اه في يعني تمام وفي بقى هتعمل ايه اه هتعمل مسكت بقى في ايه في اه عميت فيها يعني اه اه يعني سوري الكلينيكال بتاتها بتبقى ظهر اكتر تمام اه فالهيوم الانفكشنز قال لك ان هي جنرالي ميلد او سيمتوماتيك اصلا ايه سيمتوماتيك في الهيه انفكشنز هتعمل لي بيجاسترينج بين هتعمل لي انوريكزيا هتعمل لي نيوزيا اه يعني البردو الانفكشنز بتاتها بتبقى يعني جنرال قوي يعني مش مش حاجة اه خاصة بها زي الدوتين اللي فاتوا تمام اه زينفلية بتاتها لو تمام وبردو ممكن يبقى فيه انيميا نتيجة الايل برضو يعني اه طبعا يعني اه ممكن برضو زي الدوتين اللي فاتوا هارادا مراي تمام اللي هي الفلتر دي لو تفكروا اللي كنا جزء منها من المية وجزء منها اه مش في المية بنحط الفيسس على الجزء اللي هو القرائب من المية بقى زي من طبعا هي اولها تي فالطريتمنت بتاتها اولو تي برضو فاي بندازول والبي بي زي من اه اللي هو الانكلستونة او كنا ده كله ده برضو هنعمل ايه اديكايد كوكينج الفود نطهو الفود كويس اه نخسل الفيشتابل كويس بعد كده اه يعني اه برضو نعمل اه يعني مش مدقش اوضح تمام بعد كده اه خلصنا الاتراد دودات دي نرجعها سريع تعمل ايه هنحط اه في اخيرها مقطع ايزيس تمام اه هي ورلدويت تمام هي دودة مش مهمة قوي عشان هي اصلا يعني مش شقعة تمام اه النمال اللي فات يعني هو المهم وعلم دلك يعني حاجات المهمة فيه وكده تمام اه بالنسبة لي المفهولجي بتاعها عارفنا ان هي ثريد لايك ويه اه من اربعة لتمانية اه مليمتر تمام اه بعد كده قلنا بتاعتها شابه تمام فيها اه برضو اللارفة بتاعتها شابه تمام بس هي عندها اه نوب في ال اي في والله فساكل عارفنا ان اهم حاجة المدفن هنا ماشي اه فهنفتكر اللي فساكل عطول هنفتكر بقى اللي فنفتكر بقى اللي فنفتح فيه معها الهربفروس يعني تستعام البطوليجية يارفنا ان هي ممكن تبقى اسمتوماتيك اصلا في بس اه في الهيفي انفكشنز تبدأ بقى اللي عرض بقى التظهر اه والدايجنوزز عرفنا ان هو يعني مش حاجة برضو اه جديدة ستول ايجزيانيشن والكالتشر بتاعها هارادوم راي نستقي يعني المحاضرة دي اهم حاجة نفتكر ان في الدايجنوزز في حاجة اسمها هارادوم راي التلاتة اتقررت فيه تمام ومع كان فيها اه اه تمام بتاع اه كانت بنت اسمها سايا فتعمل ايه فيها فايبندازول وكسرت قلب البندازول اه هنا الدودة اللي اولها تيه هيبقى برضو ايه بس كده دي المحاضرة استتبارة اتمنى اكون يعني سهلتها عليكم متواهتكمش يعني اعتقد ان انا لميت برضو حاجات المهمة في كل الدودة بعد ما خلصتها اه بس يعني اتمنى لو في اي لو في اي حاجة غلط مسلا قلتها او سهو مني يعني اه اتمنى تنبهوني في التعليقات اه وتدعو لي وربنا يعنى كلنا يعني